افتتح مساعد مدير الأمن العام للإدارة والدعم اللوجستي العميد الركن الدكتور معتصم أبو شتال قسم ترخيص غرب عمان التابع لإدارة ترخيص السواقين والمركبات بموقعه الجديد في منطقة مرج الحمام ضمن منظومة التطوير والتحديث التي أعلنت عنها مديرية الأمن العام لتجويد العمل ورفع مستوى الخدمة وتحصين الأداء والتخفيف على المواطنين جاء افتتاح قسم ترخيص غرب عمان الجديد لتقديم الخدمات للمواطنين وفق آلة وأحدث النظم والإجراءات الممكنة ضمن فعليات مديرية الأمن العام في استمرارية الاحتفالية بميعوية الدولة الأردنية تقدم مديرية الأمن العام القسم رقم 24 في إدارة ترخيص السواقين والمركبات وهو قسم ترخيص غرب عمان لتقدم هذه الخدمة للمواطن الأردني من حيث ترخيص وتسجيل المركبات اصدار الرخص وتجديد الرخص للسواقين بالإضافة إلى وجود خدمة الترخيص من مركبتك درايف ثرو وهذا من شأنه أن يخفف عن المواطن الأردني بالتكلفة والجهد والوقت وسيقدم قسم ترخيص غرب عمان الجديد كافة الخدمات الفحص الفني للمركبات وإعادة تجديد رخص المركبات وفحص السواقين ونقل الملكية وتجديد رخص القيادة كما يتضمن القسم مسارا خاصا لخدمة الترخيص من مركبتك درايف ثرو كان الأمور تمام ومكان الانتظار لطيف يعني فيه عاملين لنا غرف نعد فيها ننتظر فكان الأمور تمام فلما نشوف هذا التطور وهذا التقدم في المؤسسات الحكومية بنفتخر فيها أكيد فيه نقلة نوعية بالخدمات يعني يعني بتحس الخدمة شاملة أوسع فيه ترخيص مركبات ترخيص سواقين فحص نظري فحص عملي يعني كتير المكان كويس كمان مكان وسيع ما فيه تضعط مروري جودة الخدمة عالية وسريعة جدا يعني ما فيه على تفوت بالمسرب بنفس سيارتك يتم الفحص الفني وتنتقل للدفاع المدني وبتظل كلاف تفوت القسم الثاني من أجل التأمين والترخيص يذكر أن إدارة ترخيص السواقين والمركبات تعمل على توسيع نطاق وتحصين خدماتها في كافة أقسامها المنتشرة في المملكة بما يسهل على المواطنين ويخفف عليهم الوقت والجهد